داعش كان يتلقى دربات مجعة في ولاية نارجرهار الأفغانية خلال الأسبوع الماضية يأتي هذا في وقت يسوده حالة من التظاهر العام لداعش في الشرق الأوسط وجنوب أسيا إضافة إلى فشله في العراق وفي الجزائر انهيار داعش في ولاية نارجرهار يشكل تطورا حارجا حيث أن التنظيم قد لا يكون قادرا على التعافي وعلى تعويض خسائره في المنطقة التي يدعوها خورسان إليكم تحليلنا فرع داعش خرسان يتم إهلاكه في أفغانستان فهو يخسر معاركه ضد القوات الحكومية الأفغانية القوية مئات مقاتلي داعش خرسان قد قتلوا وعشرات المعاقل التابعة للتنظيم تمت السيطرة عليها من قبل الحكومة حجم الخسائر هائل جدا حيث أن داعش خرسان على شفى الانهيار التام المستقبل يبدو أكثر ظلمة داعش خرسان بدأ ينفذ منه المال ولم يعد يستطع دفع رواتب مقاتليه بعد الخسارة في نانجرهار لم يعد واضحا إذا ما كان داعش ما يزال قادرا على شراء أسلحة وذخائر مجددا لمواصلة القتال المصادر تقول بما أن داعش قد خسر ما بين 10% إلى 25% من الأراضي التي كان يحتلها في العراق وسوريا فإنه لن يستطيع دعم فروعه البعيدة مثل داعش خرسان بشكل متزايد فإن داعش يواجه صعوبة في تقديم الدعم لهاجماته في الشرق الأوسط ويخسر قدرته على تمويل فروعه في أفغانستان بعض المصادر أفادت بأن قيادة داعش قد سحبت دعمها لفرع خرسان بسبب الأحباط الذي أصاب التنظيم لفشل فرع خرسان بالتوسع إضافة لسوء قيادته يظهر بأن داعش قد قرر بأن فرعه في خرسان سوف ينهار ولا يريد أن يضيع المزيد من الموارد محاولا أنقاذه